اتخيل شكل العالم اذا محمد بن سلمان مشي في اطار صفقة داخل البيت السعودي. انا بشوف ان واحد انعكاسها هيكون طيب على البيت الداخل السعودي. الاسرة. اعادة اللحمة بينهم وبعضهم. اما بالنسبة لي اذا لم يحترموا المواطن فهم بالنسبة لي لا شيء. ما ليش احترام لحد لا يحترم المواطن. اتنين تخفيف الضغط الامني. المصري الصهيوني. الاماراتي. اللي اللي هو اللي بيحكم به محمد بن سلمان على المواطن. يعني يحصل شوية نفس. نفس. الناس تاخد ايه? تشم نفس شوية. لو حصلت الاجراءات اصلاح الجهاز الامني ما بقاش جهاز امن السلطة. اعتقد انه هيتصلح معاه بل مأمول. ما توقعش ديمقراطية ولا شعورة ولا عزمة ولا الكلام الفارغ ده. بس على الاقل هتبقى الناس ازا مات لها ولد عارفة تروح فين تشتكي. مش ازا مات لك ولد تروح الاسو بتخطف انت كمان. وفيه ناس بتتخطف احدش يعرف عنها حاجة. اللي هو محاولة بناء شبه الدولة. طبعا سعودان لسا ندخلش في الدولة. اه لسه 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 بدري. لانه الدولة هي محمد بن سلمان. ايه رجع لكلام ترامب? مفيش حاجة في البلد دي بتحصل اللي بايه? بأمره. يبقى انت واضح كده. طيب يبقى الامن اعادة الاعتبار للمواطن والمقيم اعتباره ان يعني ايه? هيقدر يتكلم بعد كده ويقول يا جماعة في حادثة بتحصل هنا. يعني هيبقى فيه نسمة كده. ده رأيه. انه حصار قطر والكويت هيخفه. حصار قطر والكويت. في حصار مفروض على قطر. وحصار يتم الاعداد له ضد الكويت. وشرحت لك انا مقالات عبد الرحمن الراشد وانه الكويت اخوان وكلام كله والحملة مازالت مستمر. والكلام محمد بن سلمان لما خبط على الترابيزة لما زار الكويت وعاوز ياخد منهم الحقول المشتركة والاراضي دي دمها بتطلع مليون ونص برميل يوميا في مية ايه او خمسين مليون يعني عالصبح. يقول يضبطها او يدفعوا لي هم ويمشوا يعني كده. قطر على اي حال هيحصل حراك في ازا الملف. السؤال هل ترضى قطر ام لا? يعني ما الذي? يعني الصفقة هتبقى ازاي? مش الصفقة. لو انا صورت محمد بن سلمان ماشي. انا اتصور بتخيل معاك. هيبقى الشكل ايه? يقينا يقينا هناك شبه اجماع على ان السلاح القطري الوعيد هو قناة الجزيرة. وانه سلاح لا يمكن ولا زي ما تحبها. لا يمكن قهره. ليه? لانه بيها ارض الحقيقة بس. الجزيرة ما اخترقتش حاجة. وعلى الناس يقول لك ايه ارسوا كلهم اجانب. انت لو شلت الاجنابي من على الشاشة وحطيت واحد افريقي قطري سعودي المهم المحتوى مش المهم للشخص. وفالاشخاص ما بيعبروش ما بيختلعوش حقيقة غير الحقيقة اللي موجودة. لأ. وده يجب الايمان به. نسيت اقول لك على المستوى الداخلي انه على السعودية ان تبني مساحة من اعلام تطرح مساحة الاعلام. مش التهريج اللي موجود ده. شوية الاراجوزات. الهيال المشغلين دول. كلهم اراجوزات. كلهم بلا استثناء. ما عنديش مانا ان يكون عندك تلفزيون دولة يتكلم عن محمد بن سلمان وعن علي بن سلمان ومبراهيم بن سلمان. في دولة. في اعلام. في مساحة نسمة. مش تعمل اعلام في اعلام في لندن. وبعدين تجيبه على دبي وتقول ده اعلام سعودي. لأ. لازم ادخل البلد نسمة الناس تتحرك آآ فيه. سياغة الالاقة مع الجيران. لو مش ابن سلمان وده مأمول. او حتى وان بقي لازم هيعيد بناء الالاقة مع الجيران. لانه اكتشف انه صعب جدا ان يفتح عدة جبهات في وقت واحد. انت مش دولة عظمى. ما تقدرش في اليمن. في لبنان. في قطر. ضد عمان بس بطريقة خفية. في سوريا. في العراق. في لبنان. في آآ فلسطين. حتى مع الاردن. كان واخد موقف صعب جدا بعد حصار قطر. وكان ناوي آآ يعني يهد الدنيا على دماغ الاردنيين. لو لا انه لو وجد انه لازم يكون موجود. في مصر. داخل مصر بطولك بعرضك. عملت شبح في الناس. في الاخر ما فيش حاجة يعني. ادارة العلاقة مع الجيران اللي هي ادارة متساوية ولا ادارة غير متكافأة. بديك فلوس وتديني استبدال. بديك فلوس وتبعات له جلود يقتلوا في الناس في اليمن. دي 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 مهمة. طبعا انا بتكلم كما لو كان آآ من يسمعني عاقل. اتمنى. انه حرب اليمن كلفت السعودية كتير. وهي حرب. كان يعتقد انها حرب وقائية اكتشفنا انها حرب تدميرية. وقلت لك النص اللي قال محمد بن سلمان لما قال هنقعد ندمر فيهم. احنا عديد هنا احنا نفسنا طويل وعندنا فلوس. فكان الغلط من الحرب. هو تدمير اليمن. تماما كما كان الغلط من حرب الاراء وغزو الاراء في 2003 وتدمير الاراء. والذي اوعز بذلك ودعم ذلكم السعوديون. لا شك ولا ريب. لا يوجد خلاف ما اقوله لك. لو فيش حقيقة تانية. لو عندك حياة طلحها. بي فيهم.